يا أيها الشيعة يا أيتها القربة المزروفة الوقت حساس والمرجعية البترية القادمة ضعيفة مهما كانت ونجف تغلي والجمر تحت الرمات لا تورط أنفسكم بصراعاتهم الدنيئة الوبيئة وإنما اجعلوا كل جهودكم لنصرة إمام زمانكم وإحياء أمره بعيدا عن العجول والأصنام والسفهاء وبرامجهم ومخططاتهم التي لا تخدم إلا مصالحهم الشخصية القذرة رسخوا أقدامكم في الأرض وأسسوا لكم وجودا مجتمعيا واسعا بقدر ما تستطيعون وانتشروا في كل مكان بإمكانكم أن تنتشروا فيه على الأرض أو في العالم الافتراضي بكل ما أوتيتم من قوة رجالا ونساء كبارا وصغارا شيبا وشبابا وأطفالا شعارنا الدائم العمل بالممكن لا نتجاوز حدود ذلك لأن تجاوزه سيجعلنا نفسد أكثر مما نصلح ثالثا بإمكانكم أن تصنعوا لأنفسكم مساحة اجتماعية من دون خوف أو تقية من أحد إذا ما تحرقتم بذكاء وحكمة دون الإصطدام بالمرجعيات والزعامات الدينية والسياسية السفيهة التافهة وإذا ما سألتم كيف ذلك عودوا إلى الحلقات المختصة بصناعة التيار الفكري المجتمعي وهي الحلقات الأولى من برنامج ما بين واقعين تدارسوها وتدبروا في مضامينها وليكن عملكم على أساسها رابعا هناك مساحة سنية مهمة في العراق وغيره من البلدان الأخرى ممن أصبحوا يتذوقون منهج قناة القمر ابحثوا عنهم وتواصلوا معهم عبر الإنترنت خامسا برامج قناة القمر فضحتهم فما عادت جهالة مراجع النجفي وكربلاء وسفاهتهم وحماقتهم وقذارتهم وبعدهم عن دين العترة الطاهرة بأمر خفي مهما فعلوا هم وأبناؤهم وأحفادهم وأصهارهم وجلاوزتهم والأحزاب الناصبية القطبية التي تلتقي مصالحها معهم إنهم يخدعون البهائم من أتباعهم والبهائم بهائم لا قيمة لهم لكن الأمر لم يعد منطليا على الأذكياء والمثقفين والأكاديميين والباحثين عن الحقيقة وأصحاب التجارب في الحياة ومن يملكون عقلا راجحا وكذلك كثير من عامة الشيعة ممن يقبلون قول هؤلاء ويصدقونهم لقد ولّى ذلك الزمن الذي يضحك به هؤلاء المتخلفون الطوسيون التافهون السفهاء على كل الشيعة إنهم الآن يضحكون على حميرهم فقط وهنيئا لهم بحميرهم وشبيه الشيء منجذب إليه لقد صار فساد مراجع الشيعة وأحزاب الشيعة معروفا للجميع جهل وفشل وفساد وإفساد وسقوط أخلاقي بتمام معنى الكلمات وبعضهم يدافع عن فساد البعض الآخر ويتستر عليه إلى أبعد الحدود ويحام عنه لقد صدق محمد مهد الجواهري ابن النجفي وابن المرجعية الطوسية فيما قاله عن مراجع النجفي في قصيدة له نشرت في الصحافة العراقية بتاريخ ستة وعشرين إثمانية ألف وتسعمية أو تسعة وعشرين ميلادي وهي موجودة في الجزء الأول من ديوانه طبعة وزارة الإعلام العراقية صفحة أربعمية أو خمسة وستين وما بعدها هذه أبيات منها فالقصيدة طويلة ستبقى ستبقى طويلا هذه الأزمات إذا لم تقصر عمرها الصدمات إذا لم ينلها مصلحون بواسل جريؤون فيما يدعون كفات مشت مشت كل جارات العراق طموحة سراعا وقامت دونه العقبات ومن عجب ومن عجب ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهله هم العثرات صمام الأمان صمام الأمان هو نفسه صمام الفساد هو نفسه صمام الخراب هو نفسه صمام الدمار ومن عجب ومن عجب أن الذين تكفلوا بإنقاذ أهله هم العثرات فما كان هذا الدين لو لا ادعاؤهم لتمتاز في أحكامه الطبقات أتجبى ملايين لفرد وحوله ألوف عليهم حلت الصدقات على باب شيخ المسلمين تكدست جياع علتهم ذلة وعرات تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات تحكم باسم الدين كل مذمم ومرتكب حفت به الشبهات وما الدين إلا آلة يشهرونها إلى غرض يقضونه وأدات وخلفهم الأسباط أسباط المراجع وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات وخلفهم الأسباط تترى ومنهم لصوص ومنهم لاطة وزنات فهل قضت الأديان ألا تذيعها على الناس إلا هذه النكرات ألا لعنة الله عليهم ولا فضفوك يا أبا فرات وإن النجف اليوم بفضل المراجعية بفضل المرجعية السيستانية وسائر المرجعيات الطوسية القذرة الأخرى لهي أسوأ وأقبح بكثير وكثير وكثير جدا مما كانت عليه أيام هذه القصيدة فاعتبروا يا أولي الأبصار هذه القصيدة نشرت في الصحافة العراقية ستة وعشرين إثمانية ألف وتسعمية أو تسعة وعشرين ميلادي سادسا عليكم بالتعليم والتعليم والتعليم علموا أنفسكم أولا وعلموا غيركم ثانيا تعلموا وعلموا بحسب الإمكان عقيدتكم وأحكام دينكم وعليكم بالإعلام والإعلام والإعلام لأنفسكم أولا ولغيركم ثانيا انشروا الثقافة الزهرائية بحسب ما تستطيعون والذي لا تتوفر له الأسباب فمعذور ومعذور واستعينوا في كل ذلك بقناة القمر في شاشتها التلفزيونية ومنصاتها الألكترونية فأنتم معها في أيد أمينة وأتمنى لكم من كل قلبي التوفيق والفوز والنجاح سابعا لا تعبأوا بالنتائج المرئية والمحسوسة لعملكم نحن لسنا سياسيين قطبيين نبحث عن نتائج صناديق الانتخابات بالغش والتزوير ولسنا مرجعيين طوسيين نبحث عن عدد المقلدين الدخيين ومقادير الأخماس المسروقة من الشيعة باسم صاحب الزمان صلوات الله عليه عملنا فكري عقائدي ثقافي محض ومثل هذا العمل يحتاج إلى نفس طويل فالعمل الفكري بطيء الحركة جدا وبطيء الانتشار جدا لكنه إذا استقر في مكان لن يستطيع أحد إزالته ولابد أن تعرف أن الفكرة لا يجتذب البشر البهائم والديخيين الطوسيين إنما يبحث عنه الأذكياء والمثقفون والباحثون عن الحقيقة بصدق والحرصون على علاقتهم بإمام زمانهم صلوات الله عليه ومن كان على هذه الشاكلة الدنيا مزرعة الآخرة لا هي بمزرعتنا ولا بمزرعة آبائنا إنها مزرعة الحجة بن الحسن العسكري والزارعون فيها لن يزرع إلا بتوفيقه أما النتائج فهو الذي يرعاها ويجنيها فما كان لله ينمو في هذه المزرعة المهدوية وليس بين الناس ولذا فإن النتائج قد تظهر بعد موتنا في جيل قادم إلا أن المهمة والأهمة أن تكون زراعتنا في مزرعته صلوات الله عليه لا في مزرعة غيره فما نحن إلا عبيده وخدمه والعبد وما في يده لمولاه سلام سلام على وجهه الذي هو وجه محمد المصطفى صلى الله عليه وآله سلام على قلبه الذي هو قلب الزهراء صلوات الله عليها إذ هو السر العلوي السبحاني المستودع فيها سلام 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 يا إمام عبيدك بالانتظار نحن مستعدون وبتوفيقك ترجمة نانسي قنقر